بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوة جديدة مشيوة اوم شمس كانت منها دائما تكونوا في احسن الاحوال وافتظم الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم جدا بيدون ولو درد يلطحين حاجة اللي كيف ما طلبتها مني اكيد بغيتوا حاجة اللي ما يكونش فيها الكلوتين فاليوم ان شاء الله سنعملوا خليط واحد سنخرجوا منه الخير هذا كامل يعني من خليط واحد بلا ما تشقي بلا ما تعد بي خلطي مرة واحدة وخرجي تبارك الله شكيلات مل قوتي ديالك يعني اللي تحطيهم وحمروا ليك الوجه كانت منها ان شاء الله اني نكون نقلبي جميع الطلبات ديالكم واي طلب واي وصفة بغيتوا معلكم الى تكتبوها ليه في التعليق وهذا هو القوتي اللي قلت لكم وجدنا اليوما طريقة لي جد سهلة وبسيطة من خليط واحد وبلا من الطحن يعني ابدا ما فيهش ولا درة ديال الطحن يعني حتى الناس اللي بغيوش لغلوتين عندهم مشاكل هكا ديال المعدة فهذا قوتي اللي رائع جدا ما تبخليوش علي بتشجاعتكم تعاليقكم بارتاز ديال الفيديو مع الاصدقاء والعائلة باش تعمل فائدة ومشوا مباشرة المقادر وطريقة التحدى فبالنسبة لخليط الاساسي اللي غنحت اشوف قاعد الوصفات يعني خليط واحد عندي فيه اربعات الحبات ديال البيض حجم متوسط إلا كان الحجم كبير عملو ثلاثة الحبات من طبيعة الحال عندي زوج يوغورت فانيلا ممكن تتعملوا اي نكهة ديال اليوغورت عندي زوج ديال اليوغورت عندي كاس ديال الحليب عندي كاس ونص ديال زيت نباتي وعندي كاس ونص ديال سكر حبيبات بالنسبة لكاس بشعيرت نعمر مئتين ميلي انا بالنسبة ليا ما عمرتوش يعني اعملت مئة وستين غرام من كل شي عندي مئة وستين غرام حليب يعني مئة وستين على ثمانين كاس ونص عوثاني ديال الزيت كذلك هنحتاجوا الفانيلا وعندي دقيق ديال الدورة ماشي انشا يعني دقيق الدورة وعندي مطبيعة الحل الملح فبالنسبة لطريقة التحضير اول حاجة كما تريكم خليط الاساسي كناخد ايناء كنوضع فيه 4 حبات البيض لانه عندي الحجم شوية من توسط حتى صغير لانه عندي حجم شوية من توسط حتى صغير كنضيف عليهم طبيعة الحل الفانيلا عندي هنا معلقة صغيرة وعندي كاس ونص ديال السكر وعندي قبيصة ديال الملحة اذا كنتم تحضير كناخد من التحضير اضافة ونبقى 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 اضافة ونبقى اضافة ونبقى الزيت نضيف الزيت نكمل الزيت نضيف الزيت الزيت نضيف الزيت نضيف الحليب بحرارة الغرفة نضيف الحليب بحرارة الغرفة ويضيف الحليب بحرارة الغرفة أول وصفة نضيف الزبدة نضيف معلقة صغيرة الحلويات نضيف دقيقة نضيف الدقيق نضيف معلقة صغيرة خامير الحلويات و دقيق الدراء نضيفا فإن تنسجمه. هذه حرائشات عندما يحقون فقط. سوف نضيفا فإن تنسجم كل شيء بكمية قليلة. نضيف الدقيق كما يجب عليها في الوصفة الأولى 350 جرام ونشكل العجينة يجب أن يكون ناشف يجب أن تشرب يجب أن تشرب سميد يجب أن تشرب سميد 350 جرام نشكل منه كويرات ونعملهم مباشرة في دقيق الدراء لا توفرات سميدة لا توفرات سميدة ونعملت طوادية حتى آخر ونقوم بتشربه يجب أن نشكل الكويرات ننسبة للفران يجب أن يكون السخون وتفوقه تحت في نفس الوقت بحالة الشكل ويجب أن نشكل الكويرات لا يكونوا كبير لأنه يمكن أن يفهم في الفران سوف نبسط يجب أن نقوم باليد ونعمر طوادية اضفت سخون تضيف الكحرات تقوم بطفيل تحت و نصبه خلال فوق و نضيفه على درجة 150 درجة الرفض بجد بعيد الوسطاني بجد ان يتحرك التحرك بعد ذلك ندخل الفران للوصفة الثانية حرائشات الخليط التالي نضيف معلقة كبيرة نشا وربع كأس من جوز الهند ونضيف معلقة صغيرة وخميرات الحلويات ونخلط الكل بحال هات الشكل 24 كأس من جوز الهند معلقة كبيرة نشا ومعلقة صغيرة نضيفه في دقيق دره حتى تكون خليط مدى خفيف ونقوم بحرائشات الحرائشة خليط مستخدم نضيفه في دقيق دره ونحتاج 300 غ خليط مدى خليط مدى الخليط سوف نضيفهم في صفحة الفرن نضيفهم في صفحة الفرن نضيفهم في وقت واحد هنا نضيف كريات في دقيقة الفرن نضيفهم في صفحة الفرن تستطيع اضغط هذه الحصول لتضغط في المستخدم الفكرة حتى يتم تستخدمها مصحبة 150 نصف نقوم بفق الحمار نرشي ملتقى نضيف المائه معركة المصحة كامل نضيفه نضيفه كاراتي ويضيف عليه نصف كس به 48 غرام نضيف معلقة كبيرة كاكاو نضيف معلقة صغيرة الخاميرات الحلويات نضيف معلقة صغيرة كبيرة و نضيف معلقة صغيرة نضيف معلقة صغيرة ثم نضيف الخليط و نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط قم بضحة 150 سعيد نجد أن نقوم بديه نضيف الخليط نضيف مختلف نضيف الخليط اي نوعية بديل الشوكولاتة مع الشوكولاتة بالحليب 100 قرم مصافي كما كان نوع الشوكولات كان عمله فوق النار حتى يبدأ شرط الشوكولات مع التحريك المستمر سافينا فطابوليته هاد الحريشات هادو هاد الحريشات هادو ما جيت شو غادي نعمرهم بالمربة المربة ديالي خديت قياس ديال المربة تقريبا واحد نصف كس وعملته فوق العافية مهيلة حتى يجب الغلاق هكا كي بليكم ان هو غلا الغلية اللولة كي يعاودي الغلية الثانية كانت فعلي باش فاش كان عملوهم هكا فهاد الحريشات هوا مسخان يعني كان عمروهم هوا مسخان منها كي سقي شوية من تحت ذاك الحريشات ما كي يجيوش ناشفين وكي ما كتشوفو مني كي يبرد تماما لهو الحريشات كي يصقي عليهم تيتبت ما يبقاش ينزل لنا من هنا ومن هنا المربة هادو هي الطريقة ديالو باش يجيكم زوين فبالنسبة للحرشات التالين او للولانين اللي عملت معاكم كي يجيو مفقعين غزالين بسف وطريقتهم راها بسيطة كي ماشتو معايا ومحمرين في القياس حاجة اللي كتجي رائعة وسهلة كي ماشتو معايا بخاليط واحد عملنا قوت دي رائع يعني واصفات مختلفة وما دقعت حتى كذلك مختلفة يعني حاجة فيها نافع حاجة فيها فانيا حاجة فيها شوكولاتة يعني راهم مختلفين كيك ديانا بعد ما طبك نخرجوه هو سخون كنسقيوه بهذا الحليب والشوكولاتة اللي عملنا فالحليب والشوكولات كي يكون بارد من طبيعة الحال كنسقيوه على هذا الشكل يبدأ الكاس اللاروب كامل حتي يدوز عليه كله راكي يتشربو حد دقيقة كما تريدون كي يجي شوية ناشف فادروني نسقيوه باش يجي لديد سوف نقوم بتحضير يوغورت شوكولاتة من الفق باش نزينه نحاول نزينه هكا من الفق وكيما قلت لكم هنا الكيك ديلي بقي سخون يعني كاعد شي كي يشد فيه هو سخون كي يجي صراحة زوين بزاف سوف يكن دهن مزيان وكي تزينه باش مابيتون هادي ندير شوية ديلي شوية ديلي شوية ديلي شوية ديلي شوية ولجواني باعدي ندير الشوكولات او لنجارات الشوكولات اللي كتكون هكا كما هتشوفوها معيه انا عندي مخلطة فيها الكاراميل فيها الشوكولات فيها شوكولاتة بيضاء المهم اني نعملها كاملة بحالات الشكل هاتا هدي نعملها وكي يكون الكيك تيلي وجد مع باقي الشهوات من طبيعة الحل فهذا اول كيك اول حاجة خليته احتبرد تماما وقطعته كما اشتوا معيه في اولا فيديو يجي جميل حاجة زوينة وتنشكركم دائما على حسن المتابعة وكنقول لكم دائما ما تنسوناش من تجاعتكم وليك تحفزنا دائما في تنزيل فيديوهات جديدة فكانت معكم اوم شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه اونيب اشتركوا في القناة